السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكان النواب حديث البعض عن مشروعات قوانين مقدمة لتعديل الإجار القديم شو إعلامي اسكان النواب تعلم عن حديث البعض اللي بيتكلمه عن مشروعات متعديمها لتعديل قانون الإجار القديم ما هو اللي شو إعلامي تفاظيل هذه الحلقة إلى حضراتكم قال النائب أمين مسعود أمين سيد لجنة الإسكان مجلس النواب أن اللجنة منذ برلمان 2015 وحتى الآن لم تتلقى أي مشروع قانون يخص الإجارات القديمة وأكد أن كل مقال من تقدم بعض النواب سواء في الفصل التشريع الأول أو الثاني لمجلس النواب ما هو إلا شو إعلامي فقط وأضاف مسعود في تصريح خاص قال فيه أن اللجنة تنتظر مشروع قانون الإيجار القديم الذي تعده الحكومة لإرساله للبرلمان لمنقشته موضحا إلى أن اللجنة على أتم استعداد لمنقشة القانون فور إرساله ولفت يعده مجلس النواب أن القانون سيحق التوازن بين المالك والمستاجر وأشار إلى أن مشروع قانون يضمن عدم طرد أي من قاتل الوحدات القديمة وإيجاد حلول في إطار الدستور وقانون كما ساعتين مراعاة تغير القادرين أيضا ده كان موضوع آآ خاص عن القانون الإيجار القديم نتمنى إن شاء الله عند الزور يكون آآ قانون آآ عادل فيه التوازن بين المالك والمستاجرين وإن شاء الله يكون خير على جميع سواء مالك أو مستاجرين أو العكس ما بينهم إن شاء الله يكون خير جميع شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته